في ذكرها الثانية عشر ايقاد شعلة ثورة الحادي عشر من فبراير في تعز والمقاومة تدعو لاحتشاد جماهري غدا السبت تعهدات شعبية وسياسية في ذكرى الثورة بمواصلة الكفاح لإسقاط الانقلاب الحوثي وإفشال مخططه الكهانوتي بعد أن سلبتهم أبناءهم شروط حوثية على أسر مقاتلي الميليشيا الهالكين مقابل فوتات المساعدات نشرة التاسعة من يمن شباب أهلا بكم والبداية من تعز حيث شاهدت المدينة مساء اليوم إقاد شعلة ثورة الحادي عشر من فبراير في الذكرى الثانية عشرة للثورة وجرت مراسيم إقاد الشعلة في شارع جمال عبد الناصر بمدينة تعز وسط حضور شعبي واسع ومشاركة عدد من قيادات السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية وجدد المشاركون في الفعالية التأكيد على عزم اليمنيين وإرادتهم الصلبة في مناهضة العدوان الحوثي وإسقاط مخططه العنصري واستمرار الكفاح الشعبي في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية ذراع الاحتلال الإيراني وانقلابها المشؤوم وإشعالها الحرب على اليمن ومحيطه العربي وأكد المشاركون أن القوى الشبابية والاجتماعية لثورة فوبراير كانت في صدارة منتصى الضول الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا حيث انخرط الآلاف من شباب الثورة في صفوف المقاومة الشعبية منذ أيامها الأولى وحملوا السلاح ضد الميليشيا الإيرانية وما يزال الآلاف من شباب الثورة في مختلف جباهات القتال دفاعا عن اليمن ونظامها الجمهوري ولإسقاط المخطط الإيراني وذراعه الحوثية الإرهابية دعت المقاومة الشعبية في محافظة تعز إلى الاحتشاد الجماهري غدا السبت صباحا في شارع جمال للاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي عشر من فوبراير وأكدت المقاومة الشعبية أن الاحتفاء بثورة فوبراير يحمل مضامين بالتعهد بالسير على طريق المقاومة والثورة والمضي في طريق الشهداء دون توقف حتى تحقيق الأهداف المنشودة ممثلة في الدولة اليمنية الواحدة كاملة السيادة كما أكدت أن المقاومة هي قوة الشعب وروح الوطن وهي أحد تجليات الوعي والوفاء لشهداء الثورات اليمنية مطالبة الجميع بإحياء الذكرى باعتبارها يوما وطنيا ينتصر للدولة والجمهورية ومخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها اليمنيون ونفذ ثوار ساحة الحرية في محافظة تعز وقفة عقب صلاة الجمعة ضمن فعاليات الاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي عشر من فوبراير وأكد المشاركون في الوقفة على التمسك بأهداف الثورة ومبادئها واسط انتقادات للأصوات التي تحمل ثورة فوبراير مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد في حين أن انقلاب بيديش الحوث الإرهابية على الدولة وعلى مؤتمر الحوار الوطني هو السبب فيما آلت إليه الأوضاع وقال رواد ساحة التغيير إن ثورة فوبراير تمثل امتدادا لثورات سبتمبر وأكتوبر وسط تعهدات بمواصلة الثورة حتى دحر ميليشيا الحوثي نعيش اليوم الذكرى الثانية عشرة لثورة احد عشر فبراير الشبابية الشعبية السلمية التي خرج الشعب اليمني كله بكل فئاته ومكوناته وأحزابه وقواه السياسية والاجتماعية خرج ثائرا سلميا بكل فئات الشعب من أجل الحرية والكرامة ولقد استطاع ثوار 11 فبراير أن يحققوا آمالهم وذلك من خلال حكومة الوفاق النسبة لنا اليوم هي يوم لحظة تاريخية فاصلة لدى شباب الثورة والتضحيات الشباب السلمية الشعبية التي اعترف بها الجميع وعيدنا عيدة كثوار أحرار مناظلين من أقل الدولة المدنية من أقل الدموقراطية من أقل الحرية من أقل العدالة الكاملة ومن أقل إيصال المجتمع السلمي إلى بر الأمان هذا هو كان حلمنا وما زال وحتى اللحظة سيظل معنا وعهدنا أنه نواصل من أقل إيصال الدولة المدنية لكل الجمهورية اليمنية ولكل الشعب نحن جئين اليوم لنقدد العهد ونحتفل بثورة 11 فبراير هذه الثورة المباركة الثورة التي تم وعدها في مهدها الحلم هي الحلم والضوء الذي تم التآمر عليه وإيصالنا إلى الوضع الحالي هناك من يريد أن يحمل هذه الثورة ما لا تحتمل لكن لا للثورة دخل فيما يحصل ثورة 11 فبراير هي امتداد ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر من لا يعترف ويحتفل بثورة 11 فبراير لا أظنه يعترف ويحتفل بثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وفي محافظة الضالع قال عدد من شباب الثورة في مديرية قعطبة إن جدوة ثورة الشباب السلمية لا زالت في قلوب وعقول الأجيال وستظل خالدة في ذاكرة التاريخ وأكدوا في تصريحات اليمن شباب أن ثورة الشباب السلمية كسرت حاجز الخوف وأشجعت المجتمع على المطالبة بحقوقه مؤكدين أن فبراير يمثل المخرج العادل للبلاد الحل هو كما قلنا هو الدولة المدنية اللي يتمثل جميع طياف الشعب بدون استثناء بدون إقصاء بدون تهميش بدون استكبار بدون تنمر لأنه عانينا من التنمر سنوات طويلة والآن عادت تنمر بس بصورة أخرى فنحن نرجع ونتمنى أن يتم التوصل إلى حل سلمي وإلى دولة أو حكومة تمثل جميع طياف الشعب وتمثل رؤية الشباب لتحقيق يمن ومستقل متطور متقدم كما كنا نطمع عليه تعني لنا بالنسبة للشباب ثورة 11 فبراير ثورة المجد ثورة الحلود ثورة الحرية ظلت هذه الثورة وستظل مستمرة ولقد كسلت عن هقية الظلم وكسلت عن هقية الذين حاولوا الاتفاح عليها ولكنها ستظل مستمرة حتى تحقيق أهدافها رغم الاتفاح عليها وما حاولت اختراقها ولكنها ستظل حتى تبني الدولة المدنية نحن نعيش في ذكرى الثورة السلمية التي خرج من أجلها الشباب خرجوا خروج سلمي وستظل أهدافها سلمية حتى تحقق مطالبها إلى بعد حين كما بدأت فعاليات ثقافية وفنية احتفاءا بذكرى السنوية الثانية عشرة لثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة ينظمها مجلس شباب الثورة واحتضنت ساحة الحرية بتعز أولى فعاليات الثورة في وقفة شارك فيها الآلاف متعهدين بمواصلة المسار الثوري والنضالي حتى تحقيق تطلعات اليمنيين في إنهاء انقلاب مليشة الخوث الإرهابية وغدا السبت سيكون شباب الثورة على موعد لتنظيم مسيرة ومحرجان جماهري في شارع جمال وسط مدينة تعز قال السياسيون إن ثورة الحادي عشر من فبراير تمثل ثورة شعب صنعها من أجل بناء دولة نظام وقانون يعيش في ظلها بحرية وكرامة وأشاروا إلى أن الثورة لم تكن سببا في الانقلاب المسلح الذي قادته مليشة الحوث الإرهابية لإفشال الحوار الوطني والذي يعد أبرز نتائج الثورة إذا أتينا إلى الحديث عن أهمية الثورة الحادي عشر من فبراير فلا أعتقد أن هناك ما يمكن أن أسميه أنا شخصيا أهمية أكثر من أن هذه الثورة لو لم تكن مهمة لما ضحى اليمنيين بأكثر من نصف مليون شاب ومواطن سقطوا إلى اليوم للدفاع عن هذه الثورة فهذه الثورة يؤمن بأهميتها الشارع اليمني ولا تحتاج إلى تقييم سياسي لتوضيح أهمية هذه الثورة هذه الثورة هي امتداد محاولة تصحيح لخطاء السادس والعشرين من ستمبر في التحول الديمقراطي داخل الجمهورية العربية الجمهورية العربية عجزت على أن تقودها تحولت ديمقراطيا وثيقة الحوار الوطني هي أهم مكتسبات ثورة 11 فبراير في اليمن هذه الوثيقة التي استطاع اليمنيون جميعا بشتى مشاربهم ويافطاتهم السياسية التوافق عليها إلا أن هذه الوثيقة لم تصمد أمام طموحات الجماعة التي تريد وعد النظام الجمهوري ووعد المشروع الوطني لكن هل شباب الثورة ومن خرقوا إلى تلك الميدين في تلك اللحظة التاريخية سيقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا المشروع الذي أتت به الجماعات الكهنوتي التي تسعى إلى سلخ هذا المجتمع اليمني من فكره ومن نظامه الجمهوري ومشروعه الوطني ثورة التي خارجت بها شباب بطريقة سلمية وطريقة حضارية ومتلكون من الوعي الكبير في تحركاتهم اضطرت هذه الثورة إلى أن تتقل مرحلة جديدة وهي المرحلة اضطرت فيها إلى حمل السلاح ومواقهة الانقلاب الحوثي الذي انقلب على العملية السياسية الانتقالية وبالتالي الثورة تصبح مستمرة وبالتالي مخرجات الحوار الوطني كانت أهم المكتسبات السياسية لـ 11 فبراير باعتبار أن مشروع الحوار الوطني هو المشروع الذي ستبنى عليه مفهوم الدولة والعدالة والديمقراطية والدولة الاتحادية وإزاة المركزية السياسية من اليمن أكدت ندوة سياسية أقيمت في جامعة تعز استمرار ثورة الحادي عشر من فبراير في مسارها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي الإرهابية الندوة التي أقامها الاتحاد العام لطلاب اليمن في جامعة تعز بالشراكة مع قسم التاريخ والعلوم السياسية في الجامعة أكدت أيضا أن ثورة فبراير مثلت نقطة مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر وأشارت إلى أن ثورة فبراير تمثل امتدادا طبيعيا لمسار ثورات يمنية عظيمة تلتقي حول كثير من الأهداف والتطلعات وحملت الندوة التدخلات الإقليمية وأبرزها التدخلات الإيرانية مسئولية إخراج العملية السياسية في اليمن عن مسارها المتوافق عليه عبر ميليشيا الحوثي التي خرجت عن التوافق الوطني وقوضت الدولة وكانت الندوة قد استعرضت أربع أوراق عمل حول إرهاصات ثورة الحادي عشر من فبراير والثورة بين زمنين والتدخلات الإقليمية وتأثيرها على مسار ثورة فبراير ومآلات الثورة 12 عاما من عمر ثورة فبراير قدمت خلالها تعز نضالا سلميا ضد النظام آنذاك ونضالا مسلحا ضد الانقلابيين الحوثيين مسيرة وطنية حافلة بالتضحيات والبطولات التي لم تتوقف حتى اليوم شارع الحوض في قلب مدينة تعز واحد من شوارع المدينة التي كانت بمثابة خط سير معتاد لمئات التظاهرات والمسيرات الجماهيرية الحاشدة المطالبة بتغيير النظام الحاكم في فبراير 2011 مر من هنا ملايين البشر قاصدين الاعتصام أمام مبنى المحافظة أو أمام مبنى إدارة الأمن أو الاستقرار في ساحة الحرية مركز الاعتصام ساحة الحرية أبرز ما بقي اليوم من ماديات فبراير هنا تجمعت أفواج الثوار لتفرقهم قنابل الغاز المسيلي للدموع هنا ملأت هتافات الجماهير المكان ليسكتها رصاص قوات النظام هنا تزاحمت الخيام ليشعلها النار فيما بعد بمحرقة غادرة لكن الثورة استمرت وسقط النظام وبقيت الساحة موجودة حتى الآن أراد الحوثي الحرب على حلم فبراير لفرض لونه الطائفي العنصري الأوحد بعد مؤتمر حوار شمل كل المكونات السياسية فوقف فبراير وأبناؤه في تعز رفضا لانقلاب الميليشيا وكانت القوة مقابل القوة تطفئ الثورة شمعتها الثانية عشرة وبين كل شمعة وأخرى انصهرت كثير من التباينات السياسية واختلطت أحداث ببعضها وحلم الدولة المنشودة لم ينتهي لكنه يكبر مع تزايد التضحيات أي من قائد لقناة يمن شباب من مدينة أشرقت فيها الثورة ولم تغرب أقام مجلس شباب الثورة بتعز عصر اليوم الجمعة حفلا فنيا وخطابيا احتفاء بالذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي عشر من فبراير الحفل الذي حضرته أسر الشهداء والجرحة اعتبر الإرهاصات والتحولات التي تشهدها البلاد مطبات في طريق الثورة وخلال الحفل جدد أبناء تعز العهد بمواصلة الثورة والوفاء لدماء الشهداء مشيرين إلى أن ثورة الحادي عشر من فبراير تتجدد باستمرار حتى تحقيق كافة الأهداف التي رفعها الشعب في العام 2011 وأهداف الثورات سبتمبر وأكتوبر وأشدد الحفل على أهمية حماية الجمهورية ومكتسبات الثورات اليمنية مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية لن تقبل بالحل وفق المرجعيات الثلاث وهو ما يجعل الحسم العسكري ضرورة ملحة لإنقاذ اليمنيين من إجرام الميليشيا وأكد الحفل على ضرورة توحيد الصف وتكاتف كافة أطراف الثورة لتحقيق الأهداف المرجوة نحتفل ونبتهج اليوم نحن شباب مجلس الثورة في مدينة تعز بإحياء هذه الاحتفالية في هذا المهرجان الفني والخطابي لنجدد الولاء والوفاء والعهد والوعد لثورة 11 فبراير المجيدة نحتفل بذكرها الثانية عشر نحن على درب الشهداء سائرون ولأجل تحقيق أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية ما أظن الثورة مرت بكثير من الهرهاصات وكثير من المؤامرات لكنها ستحقق أهدافها لأن الذي خرج لأجلها هو الشعب عظيم حلم ببناء يمن جديد علينا إعادة تقييم أنفسنا وتقييم المشهد وعلينا مزيدا من الترابط لقد كانت الفترة في عام 2011 ألقت بظلالها علينا جميعا فتجاوزتم أنكم نخب البلد التي كانت قائمة والتي تسعى إلى إصلاحات تحفظ مصالح ضيقة فلم تستطع مع الأسف الشديد الثورات العربية في الخمسينات والستينات والسبعينات أن تصل إلى تحقيق واحد من أهم أهدافها وهي التحول الديمقراطي هذا التحول تأخر كثيرا تأخر كثيرا مما أدى في بعض الملجان إلى تحول قوى من القوى الثورية في الستينات والخمسينات إلى قوى استداد أعلنت السفارة اليمنية في أنقرة عن ارتفاع عدد اليمنيين المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وقالت السفارة اليمنية في بيان أمس الخميس إن عدد المفقودين من اليمنيين ارتفع إلى تسعة أشخاص سبعة منهم في ولاية هاتاي وثامن في ملاطيا وآخر غير معروف مكانه حتى الآن وذكرت السفارة أنه تم التواصل مع زوجة أحد المفقودين الناجية من الزلزال والاطمئنان على صحة طفلتها المولودة أثناء عملية الإنقاذ في وقت يجري فيه ترتيب خروجها من المستشفى وأشارت إلى أن عملية التنصيق مستمرة مع الجهات المعنية التركية لمتابعة كافة المفقودين جراء الزلزال ودع سفير اليمن في تركيا محمد صالح طريق رجال الأعمال اليمنيين المقيمين في تركيا لتسيير قافلة مساعدات للمتضررين من المواطنين الأتراك والسوريين في المناطق المنكوبة ومساندة الشعبين على تخطي الظروف الأليمة وقال السفير إن الوقت حان لرد الجميل لتركيا التي وقفت وما زالت تقف بجانب اليمن واليمنيين على كافة المستويات ودعم المتضررين من إخواننا السوريين جاء ذلك خلال لقاء جمع السفيرة يوم الخميس بعدد من وجهاء وأعيان ورجال أعمال الجالية اليمنية في تركيا لمناقشة مستجدات أوضاع اليمنيين في المناطق المنكوبة وحث السفير طريق على توحيد الجهود لتسهيل تسيير أعمال الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال والذي ضرب عدة ولايات جنوبة ووسط تركيا وتوفير الدعم اللازم لإخوانهم ومساندتهم في الظروف الاستثنائية وأكد حرص السفارة على متابعة كافة المستجدات من خلال لجنة الطوارئ وغرفة العمليات الخاصة التي شكلتها السفارة للتعامل مع هذا الحدث الأليم وجرى في اللقاء استعراض تقرير مفصل من لجنة الطوارئ المشكلة من طاقم السفارة والجالية واتحاد الطلاب لمتابعة أوضاع المواطنين اليمنيين في المناطق المنكوبة وفي شأن آخر وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله لمدة عام إضافي وصدقت الجمعية العامة للبرلمان في جلستها يوم الخميس على مذكرة التمديد الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاما إضافيا اعتبارا من هذا اليوم وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن قوات البحرية التركية تولت بشكل فعال ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بأنقرة منذ العاشر من فبراير للعام 2009 وألفتت المذكرة إلى مشاركة العناصر التركية بفعالية في عمليات الكفاح المشترك للمجتمع الدولي ضد القرصنة والسطو المسلح والإرهابي في البحار استشهد وجرح ثلاثة مدنيين بينهم امرأة جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوث الإرهابية في محافظة الحديدة التي تأتي كأكبر منطقة ملوثة بالألغام وأفاد المرصد اليمني للألغام عن استشهاد شاب في التاسعة عشر من عمره في انفجار لغم بالقرب من منزله بعد أيام من عودته من النزوح إلى قريته بمنطقة الجاح بمدرية بيت الفقيه جنوبية المحافظة وفي حادثة منفصلة استشهدت امرأة وأصيب مدني آخر بانفجار لغم حوثي في مدرية الحالي بأطراف مدينة الحديدة تأتي الحادثتان بعد ساعات من حادثة أخرى مماثلة استشهد فيها طفلان وأصيب أربع أو أصيبت أربع نساء جراء انفجار لغم زرعته ميليشي الحوثي في محافظة إب وهذا الشهر أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عن ارتفاع عدد المدنيين من ضحايا انفجار الألغام الأرضية بنسبة 160% مقارنة بما هو مسجل قبل عام وفي الملف أدانت الحكومة الشرعية جريمة مقتل طفلين وإصابة ثلاث نساء بلغم حوثي في محافظة إب بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان البيان قال ان استمرار ميليشي الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائمها بحق المدنيين في محافظة إب عن طريق الألغام التي زرعتها في جغرافيا تلك المحافظة والتي كان آخرها مقتل طفلين وإصابة ثلاث نساء بإصابات خطيرة لا تزال على إثرها في أحد مستشفيات المحافظة وأضافت أنه على الرغم من انتزاع نصف مليون لغم لخلال السنوات الماضية عبر جهود الحكومة اليمنية ومشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة إلا أنه من المتوقع أنه ما يزال قرابة مليوني لغم تتعمد الميليشي الحوثية عدم الإفصاح عن وجود أي خرائط لها كما استنكرت وزارة حقوق الإنسان النازعة الإجرامية لميليشي الحوثي وسعيها المتواصلة إلى قتل وإبادة أكبر عدد من اليمنيين وقال بيان الوزارة إنها تتلقى يوما بعد يوم رصدا لحوادث مؤلمة ضحيتها أطفال ونساء ومواطنون من مختلف الأعمار جراء الألغام التي تزرعها الميليشي الحوثية الإرهابية في كل مكان وصلت إليه وذلك في عمل إجرامي متعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين وأفادت الوزارة عن سقوط عشرين ضحية مدنية نصفهم من الأطفال في حوادث انفجارات بالألغام ومخلفات الحرب في عدد من المحافظات اليمنية منذ مطلع فبراير الجاري وحملت الوزارة ميليشي الحوث الإرهابية المسئولية الكاملة عن تلك الجرائم وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولية حماية المدنيين واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد ميليشي الحوث الإجرامية والضغط عليها لتسليم خرائط الألغام طالبت الحكومة الشرعية بقائمة سوداء تضم قيادات ميليشي الحوث الإرهابية المتورطة في تجنيد الأطفال وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن تحويل ميليشي الحوث المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأشار إلى أن الميليشي حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ثم تسوقهم للموت في جبهات القتال في أكبر جريمة ترتكبها بحق التعليم والطفولة في اليمن وقال الإرياني أن هذه الممارسات الإجرامية تعيد إلى الأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة وطالب وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة بالقيام بواجباتهم القانونية إزاء هذه الجريمة الشنعاء والعمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوث المتورطة في تجنيد الأطفال وحرف مسار العملية التعليمية في صنعاء كشفت مصادر مطلعة عن فرض ميليشيا الحوث الإرهابية شروطاً على أسر قتلاها من أجل استمرار دفع المخصصات المالية والغذائية التي كانت تدفع لها وقالت المصادر إن الميليشيا الحوثية رفضت صرف مخصصات أسر القتلى إلا بعد إرسال هذه الأسر عنصراً للقتال في جبهات الحوثي ومشاركة القادرين منها في دورات طائفية وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية قطعت المخصصات التي تصرف كل ثلاثة أشهر للأسر التي ترفض أو تعتذر عن تنفيذ شروطها المصادر قالت إن كثيراً من قتل الميليشيا خلفوا وراءهم أطفالاً في سن صغيرة وأراملة في وقت أجبر فيه الحوثيون الأراملة على حضور الدورات التثقفية والقيام بأدوار تحريضية في أوصات النساء لضمان استمرار دفع المخصصات يأتي هذا فيما تواجه دعوات الميليشيا رفضاً في الأوساط المحلية بمناطق سيطرتها بعد عزوف الأهالي في الدفاع بأبنائها للانخراط في حملات التجنيد مع تزايد أعداد القتلى وافتضاح المشروع الطائفي للميليشيا ختام التاسعة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في ذكراها الثانية عشر إيقاد شعلة ثورة الحادي عشر من فبراير في تعز والمقاومة تدعو إلى احتشاد جماهري غداً السبت تعهدات شعبية وسياسية في ذكرى الثورة بمواصلة الكفاح لإسقاط الانقلاب الحوثي وإفشال مخططه الكهنوتي بعد أن سلبتهم أبناءهم شروط حوثية على أسر مقاتلي الميليشيا الهالكين مقابل فتاة المساعدات دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة